السلام عليكم أصدقائي تحياتي لمتابعينا من كل مكان أهم الأنباء والتطورات من ألمانيا بسبب ازدياد الإصابات اليومية وارتفاع معدل الإصابة في ألمانيا الإصابة بكورونا يكثر الحديث الآن عن قاعدة لسفاقيا غيقل وهي السماح فقط للملقحين والمتعافين من دخول الأماكن المغلقة والغير ملقحين ممنوعين من دخول هذه الأماكن وأظهر استطلاع للرأي استطلاع جديد يبين أنه نسبة 61% من سكان ألمانيا يؤيدون هذه القاعدة ويريدون تطبيقها بالمحلات والمطاعم والفيرانشتالتونغين بالمناسبات بينما نسبة قبولية هذه القاعدة عند فئة كبار السن 73% من كبار السن حسب استطلاع الرأي الذي تم نشر بلوسائل الإعلام الألمانية يؤيدون زفاقيا غيقل ويعارضها تقريبا تقريبا ثلث السكان كل الغير ملقحين يعارضوها وجزء من الملقحين أيضا يعارضوها يعني جزء صغير من هذه الفئة وعندما تم إجراء لقاء مع مكتب أو مع مدير مكتب المستشارية السيد هيلغ أبغاون تم السؤال عن خطط الحكومة الحالية والقادمة يعني الحكومة الحالية والحكومة القادمة ما الذي يخططون بالنسبة إلى هذه القاعدة كان جواب هيلغ أبغاون يعني مدير المستشارية هناك إجماع على أنه تطورات الوضع الوبائي هي التي سوف تقرر تطبيق هذه القاعدة من عدم تطبيقها وكلما ازدادت الإصابات أصبحت الحاجة لقاعدة لسفاقيا غيقل أكثر أهمية وأشار إلى أن الأمور تجري بهذا الاتجاه كون الإصابات تزداد بشكل يومي وبوتيرة عالية وقال أيضا يجب على الغير ملقحين توقع أن الشتاء سوف يكون صعب ومليء بالقيود عليهم طبعا بالمناسبة ألمانيا سجلت 16887 إصابة و33 حالة وفاة ومعدل زيمين تاقة إنسيدنس ارتفع إلى 149 هذه الإصابات هي كثيرة جدا بالنسبة إلى يعني يوم أحد أو يعني إحصائها في يوم السبت الآن هناك موضوع آخر هناك عالم سياسي وأخصائي بعلم النفس قام بدراسة لصالح منظمة برو آزول المدافعة عن حقوق اللاجئين هذا الرجل قام بمقابلات كثيرة يعني مع اللاجئين بعدد كبير من المدن الألمانية أغلب اللاجئين اللي عمل معهم مقابلة يعيشون بمساكن اللاجئين أو بالآزول يعني بنايات يسكنون بها اللاجئين بعض يعني البعض يسميها الكمبات وبعضهم اللاجئين حاصلين على اعتراف بصفة اللجوء لديهم يعني حقوق لاجئين في ألمانيا ولكن لا يتقنون اللغة الألمانية حتى الآن وجزء آخر من اللاجئين لا يزالون آزول بفابا هم جزء أكبر من هذه الدراسة يعني مقدمين طلب لجوء وينتظرون جواب المحاكم نتيجة الدراسة اللي عملها عالم الاجتماع ويعني بالتعاون مع برو آزول تم مشاركتها على الانترنت ونقلتها الكثير من وسائل الإعلام الألمانية والنتيجة كانت أن الغالبية العظمى من اللاجئين يشتكون من الإهمال ويشتكون من سوء المعاملة والتمييز وكانت آراء الكثير من يعني مقدمين على طلبات اللجوء أو الآزول بفابا كانت آراءهم بأغلب الأحيان السلبية ضد إدارات المساكن اللي يسكنون بها وضد الكمبات التي يعني هم موجودين بها وضد موظفي سيكيوريتي حتى بالكمبات بعض اللاجئين يشتكون من الغذاء المقدم لهم ويقولون أنه لا يشبع أطفالنا البعض الآخر من اللاجئين يقولون أن الأطباء يعاملون بطريقة يعني هكذا وهكذا يعني طريقة ليست جيدة وعندما نمرض لا يعطونا الأدوية الكافية من ناحية أخرى تناولت الدراسة جانب آخر وهو ازدياد معدل الكراهية ضد اللاجئين أو ضد القادمين الجدد يعني على مواقع التواصل الاجتماعي وازدياد نسبة التعليقات المسيئة إذن النتيجة النهائية أصدقائي لهذه الدراسة أن طالبي اللي جوا يشعرون بالإهمال ويشعرون أنهم فئة غير مرغوب بها بالمجتمع نسبة كبيرة قد يتفقون مع هذه الدراسة ونسبة كبيرة قد تعارب هذه الدراسة أنا شخصيا لرأي مختلف بفترات سابقة قبل أن تعرفوني على مواقع التواصل الاجتماعي عملت لي صالح منظمات إنسانية لمساعدة القادمين الجدد لألمانيا وكنت أقوم بشيء بشكل كبير وهو الترجمة والتوجيه ببعض الحالات لاحظت شيء وهو أنه مشكلة كبيرة جدا يعاني منها أغلب اللاجئين هي سوء الفهم للمواقف وهذا يأتي بشكل أساسي من مستوى اللغة أنا لا أقول أنه لا يوجد هناك تمييز في كل دول العالم يوجد هناك تمييز ولكن الشيء الأكثر شيوع هو سوء الفهم بسبب مستوى اللغة عندما لا تكون عندك لغة تشعر أنك محبوس ومحبوس بداخلك ومقيد ولا تستطيع حتى الدفاع عن نفسك أو التعبير عن نفسك لإيصال فكرة معينة بينما من كان من اللاجئين يتقنوا اللغة الإنجليزية لاحظت أنه دائما كان وضع مختلف ويتدبر أموره بشكل أفضل لذلك كل ما يمكنني تقديمه حتى أفيد جزء كبير من المتابعين نصيحتي أنه أي شخص يسكن في ألمانيا يجب عليه أن يتقن اللغة الألمانية ولا يكتفي بمستوى متوسط يجب عليه الاستمرار بالتعلم حتى يتقن اللغة الألمانية وتصبح تقريبا مشابهة للغة الأم لأن أنت تعيش في بلد يجب أن تعرف لغة البلد كي تستطيع التعايش فهم القوانين التكيف بالمجتمع تخيلوا هناك أحد الأمهات جلبت يعني المرض لأولادها اللي كونها لم تتقن اللغة كان أحد أطفالها مريض والطبيب وصف له علاج الأم لم تعطي العلاج بشكل صحيح لطفلها ولم تنتبه على كلام الطبيب أحيانا الإنسان يقول نعم فاشتندن وهو لم يفهم شيء وبالناحية أخرى أعطت العلاج بالخطأ لأطفالها وأدى الأمور إلى سوء حالة الطفل بدل من تحسنها لذلك إتقان اللغة هو ليس شيء اختياري بل هو شيء إجباري وهو بداية المشوار إتقان اللغة لا يلجب لك كل شيء بل هو بداية المشوار لأن الحياة في هذا البلد صعبة وفي كل بلد الحياة صعبة لم تتقن لغة البلد يعني بحرية كابلة الآن أصدقائي ننتقل إلى الموضوع الآخر وهو دعوة لتحرير ألمانيا من الأغنام يعني دعوة لتحرير ألمانيا من الخرفان الخروف ودعوة لتحريرها من الأبقار ودعوة لتحريرها من الخنازير ومن كل أنواع الماشية من أطلق هذه الدعوة؟ الذي أطلق هذه الدعوة هي منظمة جرين بيس منظمة السلام الأخضر من اسم هذه المنظمة بإمكانك أن تتخيل أنه كل شيء بهذه المنظمة من الألف إلى الياء هو لأجل حماية البيئة وحماية البيئة جزء أساسي منها وثق بجيوبنا وجعل الأشياء التي نرغبها أكثرنا هي غالية المهم هذه المنظمة حاط عقلها مع ألمانيا وتقدم مشورة لألمانيا والمشورة النص أنه إذا كانت ألمانيا تريد خفض من بعثات الحرارية في السنين القادمة فيجب عليها أن تتخلص من الأغنام والأبقار والخنازير يعني الخرفان والماعز كل شيء ويجب تقليل الحيوانات الرائية بشكل كبير لأن تربية الحيوانات والانبعاثات التي تصدر من تربية الحيوانات بالمراعي تدمر البيئة زراعة العلف وأماكن الرعي حسب الجماعة حسب الأخوة بالسلام الأخضر تدمر البيئة وتفيد الدراسة التي أقامها الجماعة بأنه 3-4 الغازات الدفيئة جاءت من تربية الحيوانات 14% من الغازات الدفيئة التي تسبب احتباس حراري جاءت من إنتاج الأغذية النباتية و10% من الغازات هي من الأغذية التي تأكلها الحيوانات التي تعطيها الطاقة يعني حبوب الصوية والذرة وكثير من الأمور تقول لغرين بيس يجب تحفيز المستهلكين على التقليل من ضرب اللحم والألبان والتحفيز كيف يكون أصدقائي عن طريق فرض ضرائب عالية على الألبان وعلى اللحوم وتخفيف الرسوم على الفواكه والخضار هنا حتى هذه اللحظة أشعر بأنه لغرين بيس يستهدفوني شخصيا ويستهدفوني الكثير من الناس اللي أعرفهم لأني أعشق المشاوي واللحوم وأحب التجول بالسيارة جماعة رفعوا سعر الديزل ويخططون لرفع سعر اللحوم هنا أتمنى لو أن السلام الأخضر لغرين بيس يتوجهون للصين وأمريكا ليصدرون 60% من تلوث الكوكب ويحلون عن ألمانيا التي يعني بالكاد يعاني سكانها من مصاعب مالية من مشاكل كثيرة بسبب تبعات الكورون يكفي التضخم الموجود بالوقت الحالي حماية البيئة شيء جميل ولكن وقتها الآن هو حساس جدا جدا أصدقائي نتقل للموضوع الأخير من هذا الفيديو تركته الأخير حتى نتكلم عنه ونعطيه حقه تخلصوا من الزيتون فورا من منازلكم بألمانيا هناك أخبار هامة بخصوص نوع من أنواع الزيتون يباع بالسوبر ماركت وأنا شخصيا لاحظت أنه أخبار حماية المستحلك تثير تمام متابعهم بالقناة فقررت أن نخصص جزء منها يعني فور ورودة وأكون مطلع عليها المهمة الصدقائي الآن في ألمانيا هناك تحذير خطير بخصوص منتج يباع بالسوبر ماركت يحتوي على قطع زجاج يعني هذا الزيتون يحتوي على قطع زجاج قد نأكلها بالخطأ المنتج هو زيتون يباع بأسواق غيذة تم العثور على زجاج بداخله وقال متجر ريذة يعني متجر ريذة هو من يخبر الناس بأنه هذا بزجاج وليس جهة معين يعني هذا شيء جميل ومصداقية جميلة جدا من هذا المتجر يقول متجر ريذة أنه من اشترى هذا المنتج ويعني لديه بالمنزل الآن يجب سحبه وإرجاعه إلى أسواق ريذة أو إلى سوبر ماركت ريذة وهناك تحذيرات بأنه الشضايا الموجودة بالزيتون يمكن أن تؤدي إصابات بالحلق أثناء استهلاك المنتج وإصابات باللسان واللثة هذه في أحسن الأحوال وفي أسوأ الأحوال عندما يبلع الإنسان هذه الزجاج الموجود بالزيتون الزجاج المهشم قد تؤدي في حال بلعها إلى إصابات وخدوش داخلية بالمرئ وتهشم بجدار المعدة ونزيف داخلي ويحذر المنتج بأنه إذا تناولت بالخطأ هذا الزيتون يجب إخبار الناس اللي حواليك والتخلص من العلبة والذهاب إلى الطبيب بأسرع وقت ممكن إذا حسيت بأعراف هذا هو الشكل العلبة أصدقائي واسمها إيبرو أو إيبيرو يعني زيتون أخضر من نوعية إيبرو ومقطع يعني قطع زيتون والوزن الكل هو 230 غرام والجي تي آي اي 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 خمسة ثمانية الفين وثلاثة وعشرين وعشر ثمانية الفين وثلاثة وعشرين هذه هي التواريخ والوجبات التي يوجد بها يعني مواد زجاجية رجل تخلص منها أي تواريخ صلاحية أخرى هي غير مشمولة بالشضايا الزجاجية الموجودة بالزيتون بإمكانك ترجع له بالزيتون مشمولة في جميع فروع غذية ملاحظة هامة والحق يقال أنا أنشر لكم أحيانا أخبار عن بكتيريا معينة ببهارات معينة وعشر ضايا بمنتجات ألمانية هذا لا يعني أن البضاعة الألمانية سيئة ولكن هذا يعني أنه يوجد حماية ويوجد رقابة وحماية مستهلك بغير بلدان مثل بلداننا الوضع هناك كباب وصالي نهاية الفيديو إن شاء الله يارب تكونوا السفادية وتحياتي لكم رب يحفظكم نلتقي قريبا إن شاء الله مع السلامة